أهلا بكم في محورنا الثاني أزمة أوكرانيا روسيا تعود للواجهة من جديد أسباب عودة التصعيد أثارها تحديداً في الجانب الاقتصادي يناقشها مع ضيوف الكرام دكتور منذر لحوارات الباحث السياسي مساء الخير مساء نور أهلا وسهلا ورحب أيضاً بأساد العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية دكتور جمال الشربي دكتور جمال مساء الخير أهلا بك أهلا بك شرط محضورك أهلا بك دكتور منذر أبدأ منك العودة للتصعيد اليوم نشهد وكأن الأمر عادي نقطة صفر من جديد رغم تهدئة مرنا فيها في أيام لماذا تعود الأمور للتصعيد تباعاً وحديث عن ضربه في ذلك التوقيت أو هذا التوقيت ساعات أيام لماذا؟ نعم مساء الخير لك ودكتور جمال والمشاهدين الكرام أساساً لم يحصل تهدئة حقيقة هي عبارة عن انسحاب تكتيكي مارسوا رئيس بوتين وارسل القوات إلى جهة أخرى ولكن عملياً استمر في ممارسة الضغط القصوى على الغرب هذه سياسة الضغط القصوى هو زاد عدد القوات وزحها على ثلاث أماكن القرم بلروسيا وروسيا نفسها وبالتالي هو لم يقلل القوات لأنه يريد أن يستجيب للضغط الأوروبي أبداً هو لم يراعي كل ما يقوله الغرب استمر في اندفاعته نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرئيسية والتي أوكرانيا هي جزء منها وليس كلها من يعتقد أن أوكرانيا هي السبب التحرك الروسي باعتقادي هذا وهم كبير روسيا تتحدث عن أهداف كبيرة جداً هي إعادة روسيا كلاعب رئيسي في المنظومة الدولية كأمة عظيمة كدولة من الدول العظمى وهذا لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الفضاء الجيوسياسي الروسي وهذا الفضاء لا يمكن أن يتم إلا إذا هيمنت روسيا على جزء من أوروبا حتى تستعيد روسيا مكانتها في العالم كدولة عظمى وحتى تثأر من حالة الإذلال التي مورست بحقها من قبل الغرب بعد الحرب الباردة أتصور أن عملية التحول الروسي هذه جاءت لاستعادة شيء أكبر من أوكرانيا هو استعادة الأمة الروسية كلاعب رئيسي فاعل أساسي في المنظومة ومحاولة تغيير القطبية الدولية الواحدة إلى عالم متعدد الأقطاب وهي لم تخشى حقيقة من ذلك وحينما تقوم بعمليات مناورات بسلاح نووي برأيي هذه رسالة واحدة أن الخيارات لدينا مفتوحة على مصراعيها صعي أن البعض يقول أن الحرب لن تحصل قد تحصل أو لا تحصل ولكن ما يريد بوتين حقيقة أن يحققه بدأ من خلال الضغط الأقصى على أوكرانيا وعلى الغرب بتحقيقه هل نجح هذا من المبكر لكن هناك أهداف استراتيجية حققها حتى الآن أولا أنه فكرة أن أوكرانيا خلال المرحلة القريبة تكون ضمن حلف شمال الأطلسي باعتقادها أصبحت من الماضي حتى تعود أوكرانيا ودول المواجهة أو الفضاء الاستراتيجي لروسيا لحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى فترة طويلة حتى تعاد أوكرانيا جورجيا مولدافيا هذه الدول الآن أصبحت بعيدة عن أن تذكر في حلف شمال الأطلسي وبالتالي حقق أهداف حقيقة أعاد للغرب أعاد للغرب التفكير بروسيا القوية الآن خلال المرحلة الماضية روسيا كانت حقيقة ضعيفة كل ما يريد الغرب يحققه يمكن الآن ربما ربما العودة إلى صيغة 2002 ناتو روسيا هذه الصيغة التي طرحت في ذلك الفترة للتعامل ما بين جبهتين بين الناتو وروسيا ولكن هذه المرة روسيا مختلفة عن روسيا أن الألفين واثنين روسيا قوية لها مخالب ولها أذرع تمتد في أكثر من مجال وهي استطاعت أن تنجح في جورجيا تنجح في القرم تنجح في سوريا وها هي الآن تكاد أن تحقق مكاسب في أوكرانيا لكن هل تذهب هذه الحالة الروسية إلى حرب أنا باعتقادي لا أحد يضع 165 ألف جندي أو 65% من قواته العسكرية على حدود دولة أخرى في حالة تأهب ويريد فقط أن يري العالم أعتقد أن روسيا في لحظة ما إذا شعرت أن الغرب يمارس لعبة اللامبالاة تجاهها بتصور قد تذهب الأمور أبعد من مجرد الضغط الأقصى طيب عسما وجد نظر دكتور جمال وهون العالم عنده نوعين من القلق الغاز الروسي لأوروبا مصدر قلق صادرات أوكرانيا مصدر قلق حرب وقوع حرب مصدر قلق رأيك نعم مساء الخير لك أولي أخي منذر الحكماء والسياسيين في العالم الحقيقيين يدركون أنه لن تكون هناك حرب لأنه أي حرب ستدلع في لحظة ما بين الناتو بقيدة أمريكا وروسيا لن يبقى في ظل أسلحة مدمرة شاملة صواريخ باليستية كروز قناب النووية هذه ليست حرب كالحرب العالمية الأولى أو الحرب الثانية هذه حرب إذا شنت أو انطلقت للحظة واحدة لن تدر شيء في العالم وبالتالي الغرب لا يفكر بطريقة الدول الدكتاتورية أو غير الدموقراطية الغرب خاصة الناتو بتتحدث عن أوروبا بتحدث أمريكا قراراتهم المتعلقة بالحرب يجب أن تأخذ مجرها الدولوماسي والسياسي والديموقراطي وبالتالي الكل يدرك بأنه لا أحد لديه مصلحة في أن ننزل تحت أي ظرف من الظروف نحو مجابهة روسية الناتو أمريكية من هنا نجد بأنه في هناك تليين من جانب الأمريكا في لحظة ما صحيح أنه في هناك حرب أنا أتفق مع أخي منذر أنه ما في هناك حبوط وارتفاع في وتيرة التهديد الحرب ابتدأت وزالت مستمرة على أكثر من جبهة في جبهة عسكرية الحدود وهذا تصعيد مهم من اللاعب الأساسي وهو روسيا روسيا تريد أن تثبت بأنها تستطيع أن تلعب لآخر لحظة على الحافة وهذا جزء مهم في العملية الحرب النفسية التي يجريها الطرف من أجل أن يحصل على أكبر قدر ممكن من النتائج روسيا أولا لا تريد الناتو حولها يعني شيء مؤسف أنه الناتو جاء تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لمجابهة ما يسمى الخطر الشوعي المتمثل بالاتحاد السوفيتي 15 دولة عظيم ومقابله كان هناك في حلف وارسو طيب انهار الاتحاد السوفيتي العديولوجيا الشوعية انتهارت إذن لماذا يبقى الناتو؟ الناتو الآن أصبح كلمة حقرات فيها باطل بالنسبة لروسيا أصبحت الدول التي كانت في الساتليت التابعة لروسيا هي أصبحت الآن حليفة بشكل مباشر مع دول روسيا وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي فهذا بالنسبة للدولة الروسية الدولة الروسية التي لها أولا إرث القيصرية ولها إرث التجربة السياسية مع الاتحاد السوفيتي ووجود قائد عظيم بالنسبة لروسيا يريد أن يعيد كل هذا الإرث منذ وصوله عام 2000 اللي هو السيد بوتين يحاول أن يفكك هذه القوة التي تشنق وتحقنق ما يسمى الناتو من خلال الحلفاء التقليديين له لذلك أنا أقول أن هذه حرب لكن ليست حرب ككل الحروب هذه حرب نفسية في الأساس حرب أدوار اللي لاحظ أنه في أحيانا بتشد الروسيا روسيا تقول أنه لا يمكن أن نهجم على إن بارح كان فيه سفير سفير روسيا في الأمم التهدي قال نحن نعتبر أن كل الأقاليم الموجودة في روسيا معظمها هي أقاليم كرواتية نحن لن نهاجم لكن هناك فيه هجم مسعورة إعلاميا أقولها بصراحة غربية خاصة أمريكية تريد أن تقول بعد لحظات بعشرين اثنين سيكون بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في الصيل فهذه أعتقد لعبة نفسية يحاول كل فريق سواء أمريكا تريد أن تخلق أولا روسيا ثانيا هذه شك من أشكال الانتصار بالنسبة لجو بايدن جو بايدن في الانتخابات تقارير الصحفية المتعلقة بنسبة القبول ونسبة الشخصية من جانب الداخل الأمريكي تشعر بأنه رجل ضعيف غير قادر أن يأخذ قرارات فبالتالي هذه فرصة له والفرصة للمستشارين له بأن يقول أنه لاعب حقيقي على مستوى العالم ويستطيع أن يوقف روسيا على محلها ثانيا أظن أنه أنا الآن في تراجع أنا أظن أنه هذا ما يسمى بالهدف الطائر روسيا لديها هدف طائر ما هو هدف الطائر؟ تريد أن تصعد وأن تطلب أولا عدم دخول أكرانيا وكل الدول التي كانت حليفة له في الناتو وهذا أعتقد سيتم بشكل غير مباشر بمعنى تأجيل هذا الدخول وأعتقد أن هناك المتحدث الآن لكن أعتقد هناك في تحت الطاولة مناقشات ودبلوماسية سرية نحن نعرف أن هذه المناقشات السرية والدبلوماسية السرية كانت بالقرن التاسع عشر وبدأت القرن عشر الآن ما فيه دبلوماسية لكن الآن في ظل ظروف صعبة هذه الحالة تشبه ما يسمى بالحرب التي صارت حرب نفسية في ما يسمى خليج الخنزير بين أمريكا وروسيا التحاد السوفيتي مرر أسلحة فنزويلية وكوبية إلى كوبا وهذا يعتبر تهديد لكينيدي وأمريكا فبالتالي قال لهم لا صاروخ يدخل وإلا سنعمل حرب عالمية ثالثة فبالتالي روسيا قالت أوك ما في عنا مشكلة نرجع الأسلحة لكن مقابل ذلك يجب أن ترجعوا كل القوات الموجودة عندكم في تركيا فأعتقد أن الهدف الأساسي ليس فقط عدم دخول الدول الأوكرانية أو غيرها أعتقد الهدف الأساسي للسيد بوتين هو عدم وجود قوات ناتونية إذا جزي لي القول حول روسيا طيب القلق الاقتصادي دكتور موند في قلق عالمي في قلق أوروبي على الغاز الروسي هو السبيل الوحيد لإيصال الغاز لأوروبا اليوم في قلق اقتصادي عالمي أن أوكرانيا تصدر الكثير من المنتجات الأساسية التي يحتاجها العالم وأن بوتين يهدد سلم العالم بما يقوم به على حدوده مع أوكرانيا دعني أقول بس نقطة في فرق شاسع ما بين خليج الخنازير وما بين أوكرانيا هناك كان التهديد مباشر بين دولة الولايات المتحدة لا تريد لفضاء الاستراتيجي أن ينتهك بالاستحاد السوفيتي الآن الولايات المتحدة تقول كلمة واحدة أنه فيما لو غزت روسيا أوكرانيا لن نتدخل عسكريا فرق شاسع يعني كأن يعكس الأمر أنت بتحكي فرق شاسع لأن أمريكا كانت أمريكا هي المهددة الآن روسيا هي المهددة بهذا المعلم هل مسألت المهدد حقيقة أو المهدد منطاطة بدي أرجع لسؤالك إذن الآن الغرب والكله يقول لك احنا مش رح نتدخل عسكريا إذا دخلتوا أوكرانيا معنى أنه كأنه يعطوا جرين لايت لروسيا إنها تدخل والولايات المتحدة تمارس لعبة ستبلوماسية معقدة هي تحاول أن تضع المواعيد لأنه بلحظة ما هي تدرك أن روسيا قد لا تهجم على أوكرانيا وبالتالي تريد أن تحقق انتصار بأنه في حال هجمت في حال هجمت هذا الهجوم سيكون له ثمن ثمن محصار اقتصادي خانف في حال لم تهجم سيقال أن هذا التراجع جاء بالتدخل الولايات المتحدة وضغط على روسيا وبالتالي في كل الحالتين والولايات المتحدة نفذت استراتيجيتها هذا واحد أما فيما يتعلق به هل أوكرانيا حقيقة والغزو هي يهدد الأمن الغذائي حقيقة أغلب دول منطقتنا تستورد القمح والمواد الغذائية من أوكرانيا القمح الزيت النباتي الخضار أشياء كثيرة تستورد حتى الصين وهي دولة كبيرة وعظيمة تستورد جزء كبير من منتجاتها الغذائية من الأوكرانيا وهي تعتبر معادل استراتيجي حتى لا يمارس عليها الضغط من أستراليا والولايات المتحدة فوجدت مفتاحها في الغذاء بأوكرانيا وبالتالي هذا كمان جزء مهم أيضا الغاز وهو جزء أساسي نوردستريم 2 لاحظ هذه نقطة الانقسام الأوروبي حقيقة أنه الآن بريطانيا قبل شوي صرحت وفرنسا تصرح وألمانيا تصرح أنه لن نفرض عقوبات على نوردستريم 2 إلا إذا غزت أوكرانيا روسيا أوكرانيا بمعنى كمان هاي النقطة كثير مهمة إذا لتخيل أنه هل حينما تغزو روسيا أوكرانيا وانقطع الغاز هذا سيؤدي إلى أزمة طاقة كبيرة تحاول الولايات المتحدة إيجاد بدائل لهذه الطاقة التي تورد لأوروبا حقيقة تفشل حتى الآن لأنه حينما طلب من السعودية الآن السعودية بعد أن مورس التغاضي الأمريكي عنها وجدت أنه فرصتها سانحة حتى ترد الكف بكفين حينما قيل للسعودية بتكون تصدروا لأوروبا أو تزيدوا إنتاج النفط قالهم لا أنا أسفين إحنا إلنا علاقات استراتيجية مع روسيا عندنا أوبيك بلس وبالتالي روسيا كان صحيح بيننا وبينهم خلافات ولكن كنا دائما نشتغل على سياسة واحدة وبالتالي الولايات المتحدة بسبب انسحابهم من المنطقة خسرت كثيرين وبالتالي حينما ينقطع الغاز الروسي أو الأوكراني عن أوروبا سوف تكون هناك أزمة طاقة لذلك الكل يحاول أن يؤجل لأنه الآن مش مستعدين الأوروبيين يعملوا حصار أو قبل الغزو لأن هذا سيؤدي إلى نتائج كارثية في عز الشتاء والناس كلها تدفع على الغاز وبالتالي توقيت بوتين كمان كان فيه دهاء وذكاء وكان فيه نوع ما من الخباثة خلينا أحكي لك أنه جاء بالوقت لعبة سياسية نعم لعبة سياسية اقتصادية طاقوية خلينا أحكي لك لأنه عرف الآن أنه مش إحنا بالصيف الناس كلهم شغلوا دفايات بأوروبا على الغاز وكل شيء على الغاز وبالتالي عملية قطع مباشر للغاز لن تتم وبالتالي أخذ راحته صحيح أنه نوردستريم ما بيصدر الآن ولكن النوردستريم واحد قاعد فيه غاز وبالتالي عملية قطع الغاز ومنعه عن دول أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي بتصوري هذه خطوة حتى الآن لم تتخذ ربما تتخذها ربما لاحظ في حال غزة روسيا أوكرانيا وروسيا باعتقادي حينما تغزو أوكرانيا ستغزو الجزء الشرقي منها ستؤمن القطاع الماء من القرم والأماكن الاستراتيجية على البحر الأسود والبحر الآخر اللي ننسيت اسمه وحينها ستكون أمنت وقطعت أوكرانيا الآن هي تقطع أوكرانيا عن العالم الآن أمدادات الغذائية تراجعت وبالتالي هذا الغزو أنا باعتقادي إذا حصل سيكون له نتائج شديدة الوطأ على مسألة الغذاء وعلى منطقة الشرق الأوسط حيث تعتمد في كل وارداتها على الآخرين إحنا لسنا دول لا منتجة للقمح من غير شر إن شاء الله ولا منتجة للأشياء الرئيسية وبالتالي نعتمد في جل غذائنا على دول أخرى وأوكرانيا واحدة من الدول الأساسية هذه أسمع وجه نظرك في هذا الموضوع والله أنا بستبقى القلق الأوروبي القلق العالم هلأ فيه قلق أنت بتقول ما فيه حرب أصلا لكن لا ما فيه حرب اقتصاديا الأثر بات واضحا لماذا ما فيه حرب لأنه أولا كما قلت طبيعة الأسلحة المعقدة ثانيا ما فيه ترجعها البعض يقول ستدخل روسيا أوكرانيا لن تدخل لسببين السبب الأول ولن يحدث شيء أمريكا لن تحرك ساكنا كم من القوات الأمريكية المتواجد في محيد أوكرانيا وأمريكا قالت بسيط جدا قالت لصدام حسين بالتسهيل نحن لن نتدخل هذه مشاكل عربية ونحن لا نعلاقها وتم فعلا الإيقاع بالرئيس صدام حسين في دخوله الكويت والآن بنفس الطريقة رحمه الله بنفس الطريقة هم يقولوا نحن لن نتدخل هذه مشكلة ولكن إذا غزة روسيا سنقوم بكذا وكذا وكذا أنا أعتقد روسيا أكبر وأذكى من أنها تقع في هذا الفخ لماذا؟ أولا يا روسيا جزء ليت جزء من النظام الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية ولها حق النقض الفيتو وتلعب دور في منظمة شانكهاي الاقتصادية وتلعب دور مهم في البريكس اللي هي الدول الكبرى الصناعية ورابعا أنا أعتقد هناك في تنسيق كامل بين الصين وروسيا وبالتالي لا يمكن لعاقل يحكم روسيا بهذا الحجم 17 مليون ونص كيلو متر مربع 145 مليون إنسان لديها غناء طاقوي من نفط وغاز ودور ثالث دولة في الاقتصاد هي محطة وقود على شكل دولة أحسنت وبالتالي غنية جدا وغير هيك أنها تبيع السلاح بشكل كامل ولها دور هل من الممكن أن تغرق أو أنها تنزلق نحو حرب تعرف البداية ولا تعرف النهاية أشك في ذلك ثانيا ما هو موقف الصين الصين أنا أعتقد حليف مباشر لا موقف صيني اليوم اليوم ما في موقف معلومة لماذا؟ لماذا؟ هذا شيء مؤكد لماذا؟ لأن الصين تم إعطاه المعلومة أن كل ما يحدث الآن هو نوع من التخويف ورفع الضغوطات على الأوروبيين حتى يخضعوا بالشروط الروسية بهذا المعنى وبالتالي أنا شخصيا لا أعتقد وبالتالي أنا الكل بيعتقد أنه يعني أنه سنذهب إلى الحرب الحرب هذه إذا دخلت فيها روسيا هي التي ستقاعد ثانيا ما هو موقف أوروبا؟ هل ستسمح لروسيا أن الرئيس الفرنسي طلب اجتماع مجل الدفاع الفرنسي قبل قليل هذا شيء طبيعي هذه ردة فعل طبيعية لدولة ديمقراطية تشعر بالخطر وتشعر بأنه من واجبها فرنسا تحاول أن تلعب دور الوسيط الآن يعني لم تعد دكتور جمال أنت تقرأ لا حرب ودكتور منذر يقول إذا ما يعني دفعت روسيا نحو الحافة قد تدخل أوروبا نعم جانبها الشرقي ما هو بالمعنى ما هو سيدي أنا قلت بأنه طبيعي صحيح أن روسيا ليست دولة ديمقراطية بالمنوال الغربي لكن روسيا لديها عمق دولة عميقة ولديها أجهزة أمنية ولديها مؤسسات ولديها الدومة ولديها شعب ولديها تصور ولديها قائد ذكي هذا ليس فقط أنه رئيس هذا رئيس وزراء وهذا رئيس استخبارات ولديه علاقات ولديه طموح هذا الطموح يمنعه في أن يقع أو ينزل نحو أي حرب أي انتناه لكن بالتأكيد الحنكة والدهاء وليس الخبث الحنكة والدهاء خض أربع حروب ثلاثة عفوا مش مهم بغضر المهم ينتصر المهم تدخل في سوريا وفرض الإقاع الروسي وعادت روسيا إلى المنطقة وأصبحت لاعب أساسي في الشرق الأوسط بعد غياب طويل وأصبحت إضافة إلى ذلك أصبحت أكبر بائع للسلاح في الشرق الأوسط بعد أن غابت فتت عشر خبستاشر واضح طيب نشكركم كله شكروا في القناة شرفتونا بحضوركم خلصنا؟ خلصنا سيدا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم